اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي استقبله خلاله وزير الخارجي الأمريكي أين تبحث حول العديد من القضايا أبرزها عملية السلام في الشرق الأوسط والاتفاق النووي الإيراني والأزمة السورية والمقاربات المتحدة ل الت joي بعمل المؤسسات اللي編 تحليل الأشياء وزير المقaphاني فنغرق بناء دور الهيس وزير المنحن لتحلل الاتفادة لتحل الاتفاق النووي لصورا والتحل القضايا أبdist من القضايا الاتفاق النووي إجنما تردون الخارج وان سيكون المتحدة ونرأد بتم إعادة طويل الأشياء وإمكانك تحلل الاتفاق النووي الاتحاد الأوروبي جدد موقفه الداعي لحل الدولتين مشددا على ضرورة تفادي كل ما يقوض عملية السلام في الشرق الأوسط واستمراره العمل مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية في إطار اللجنة الربعية للتوصل لتسوية النزاع في الشرق الأوسط الممثل العليا للسياسة والأمن الخارجي الأوروبي أعلنت عن اجتماع مع نتنياهو الاثنين المقبل في بريكسل لمناقشة آخر التطورات كما شددت موغيريني على ضرورة تمفيذ الاتفاق النووي مع إيران لأهمية دور إيران في استقرار المنطقة ومناقشة أي مستجدات أو مخاوف خارج إطار الاتفاق إن the implementation of the Iran nuclear deal is key strategic priority for European security but also for regional and global security Of our being here I have discussed the fact that there are other issues that we should discuss and tackle together But there is not under the scope of the nuclear agreement and are so happy to address outside the agreement yeah من جانبه وزير الخارجية الأمريكي أعرب عن ارتياح بلاده لمستوى والتعاون والتشاور القائم مع الاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات مشيرا إلى تطابق وجهات النظر في العديد من القضايا خاصة فيما يتعلق بحل الأزمة السورية رغم المحاولات الأمريكية لإقناع الأوروبيين بتغيير مواقفهم حول العديد من القضايا إلا أن الاتحاد الأوروبي يسعى للحفاظ على مكتسبات حققها على المستوى الدولي خاصة فيما يتعلق بدوره في عملية السلام في الشرق الأوسط والاتفاق النووي الإيراني من مجلس الوزراء الأوروبي نور الهودا محمد تلفزيون سلطنة عمان ركسل